سلام عليكم إزاييكم أخباركم إيه؟ أتمنى تكونوا في أفضل صحة وأحسن حالة جايب لكم نهاردة سيدة بمنتهى الوصفات اللي كلها بالفعل واسقة أنها تعجبكم جدا إن شاء الله كمية كده من الوصفات السريعة والسهلة وكمان المفيدة جدا كلها حاجات هتعمليها بنفسك في البيت وكمان في نفس الوقت هتضمني قيمة غزائية عالية جدا لأولادك كل حاجة مضمونة وكمان في نفس الوقت معظم الوصفات دي هتكون سهلة التحضير يعني مش هتاخد معاك وقت طويل تنجيزي كل حاجة في يومك وتضمني كمان أكلات ووصفات سريعة وصحية جدا تعالوا مع بعض كده لايقاتكم الحلوة وحمسكم واشتراككم معايا وتقدري طبعا تعملي نفس الوصفات اللي هي بتعملها وتنزلي وتتبرعي بيها لناس كتيرة تدعيي لك دعوة حلوة زي ما شفتوا كده معينا شطرة جدا قد إيه كمان دقوبة وحريصة إن كل حاجة تطلع معاها برفكت مية في المية تعال نشوف كمان كده وصفة اللحمة بالبصل بالفلفل الأحمر بالفلفل الأخضر الحراء يعني كلها وصفات كده مع شوية البهارات هتعمل معانا تشكيلة هيلة جدا شايفين شكل اللحمة وكمان في النص كده ممكن تزينيها طبعا بشرائح التماطم الفلفل البصل يعني ده مجرد يكور بس عمتا هتطلع معاك يصانية كده أشبه بالضبط كده مثلا بالبورجر أو الحواوشي بس فكرة وطريقة مختلفة شوية بتقدميها طبعا مع العيش المتحمص والتمية وبتقول قد قد تبقى وصفة مفيش ألزة من كده تقدر تعمليها وتكون حاجة سريعة وعملية قوي طبعا دلوقتي يلا بينا بتقول النهار ده كده كايتمحضر القروم بالأخضر بتاعها ويلا بينا نشوف بقا هتعمله معانا ازاي البصل الحلقات ويلا بينا كده ننزل ونشواهه دلوقتي في الزيت وننزل عليه باللحمة وكم فص توم وننزل كمان دلوقتي كده بالصلصة زي ما انتوا شايفين ويلا بينا نسيبهم يستوي كده شوية عن نار يعني الصراحة دلوقتي سوت الرز شوية مع اللحمة المفرومة طبعا فيه ناس ممكن تحب يعني الطريقة دي وفيه ناس تانية تقولك لا احنا في مصر هنا طبعا بنسيب الرز يستوي مع المحشي أو ورق الكرومب عمتا كده عن نار بقا لكن مرة دي عملتها بطريقة مختلفة معانا اتمنى اكيد طبعا ان كل الوصفات بتاعت النهار ده تعجبكم وعايز اعرف رد فعلكم عن الوصفات دي واكتر وصفة عجبتكم ولو عايزين ليها فيديوهات اكتر او فيديوهات من النوعية دي هستنى كمان التحليقات بتاعكم يلا بينا كده نشوف الفرخة الازيزة اللي قدامنا دي جابتها وقطعتها قدامنا والزبادي مع الصلصة مع المغرب بتاعتك الفراخة المشوية طبعا اكيد لها طرق كتير قوي عايز تحطي تحت البصل والبطاطس حلقات كده الطماطم عايز تحطي عليها الشبكة دي زي ما شوفنا دي كلها افكار مختلفة بنشوفها مع بعض بالفعل تلعت معانا شكلها شاي جدا واكيد طبعا بقى الصوس اللي بينزل بالفراخة على البطاطس دي يعني حاجة كده تفتح النفس اكلات سريعة وكمان في نفس الوقت صحية وضمنا كمان جابتها في البيت يلا بينا كده نهرس الموس ده زي ما شوفنا وانقصر علي البسكوت زي ما شوفنا كمان وفي نفس الوقت كمان كده شوية صغيرين من الككاو الخام بتاعك ويلا بينا نعمل حلقات لذيذة جدا في النص طبعا كده بقى زي ما شوفنا حلقات اليوسفي وكمان في نفس الوقت بتقول الطعم بيكون مفيش ألزة من كده طبعا تقدري تحطي في النص ايفا كنت بتحبيها ممكن تحط طبعا صوابع الموز المهم كل واحد بيحط حسب ما هو متعود او هو حسب ما بيحب المزاق ده تعالوا نشوف كمان دلوقت كده الورق اللي جابته معانا ده عشان نعمل بيه كمان أوراق من المعشي وكمان المرة دي هيكون مختلف طبعا سرقته معانا ويلا بينا ننزل كمان دلوقت كده بالورق ده ونبدأ بالفعل ان احنا نلفه من جوة ونعمل بيه اللفة اللي انتوا شايفينها دي لفة خطيرة وبتقول الطعم مفيش لا أحلى ولا أجمل من كده طبعا دي كل لها بالفعل وصفات لذيذة وحاجات تفتح النفس جدا وكمان طبعا بقى مع عصوص الطمية وممكن تحطي كمان أي بغارات على الوش كده أي نوع انت بتحبيه يلا بينا كده ندخل قط النوم ونلبس بمريالة اللذيذة بتاعتنا وندخل المطبخ ونشوفها نحضر ايه لوصفة كمان اليوم ده دي طبعا مجموعة من الوصفات في أيام مختلفة حطت دلوقتي معانا اللبن وعليه كمان البطين وشوية كمان كده من محسن الخبز وكمان نزل طبعا معانا بالضيق ويلا بينا نشوف كده العجينة بعد ما اختمرت معانا والنتيجة هتكون عاملة ازاي اكيد طبعا هتطلع حاجة لذيذة جدا العجينة طبعا تقدر ان انت تعمليها وتشكليها من جوا بأي صصات مختلفة طبعا دلوقتي كده حطت عليها صفار البيض وبدأت كمان بالفعل ان هي تحط عليها السمسم او حبة البركة وبيطلع معانا الخبز ده اشبه طبعا بالخبز اللي هو التركي او كمان في بلاد تانية بتعمله المهم ان هو لذيذ قوي طبعا بقى تقدر يتقدميه جنب اي وصفة حلوة خفيفة انت حباها تعالوا نشوف كمان كده اللحوم دي وكمان كده نبدأ طبعا ان احنا نعمل فيها فتحات معينة ونحط فيها التوم ونجيب بعد كده الزبادي مع البصل مع كمان البهارات بتاعتك ورق اللورة الفلفل الملح كل التفاصيل دي ويلا بينا كمان كده بقى نحضر هنا تشكيلة من الخضار اللي انت ممكن تستخدميها عشان تضفيها طبعا للوصفة بتاعتك او تقدميها جنب منها طبعا تعالوا نشوف كده الرز اللي عماته في الطاقب معينة وبالفعل كده بتطلع الفخدة بتاعتها وتبدأ تنزلها هنا زي ما شفنا وفيه ناس بتحب تعمل طبعا مشروب اللبن الرايب جنب الوصفات اللي زي دي تعالوا كمان دلوقتي ندخل بقى كده على قفص الفراولة اللي قدامنا ده اللي جايباه ونشوف دلوقتي طبعا هتعمل بيه بالفعل كمان تحط عليه السكر وهنا كمان برضو كده الميا وهتبدأ كمان تقفله كويس شوية ويتدخل الفرن بحيس يطلع معاها اشبه بالمربة بس المرادة المربة نازلة معانا بالحبيبات الفوارة اللي احنا شايفينها طبعا يعني هتكون فيها كل حاجة وبتقولك طبعا انت يقدر يتقديمي العصاير دي والمشروب بتاعها بيكون لذيذ جدا تعالوا كمان كده بقى نشوف هنا وصفة تانية بزور الدجاج جابتها مع البصل طبعا اول حاجة نوفمه في الكبة مع البطاطس مع صدور الدجاج وتقدر طبعا تعملي دي زي الناجتس بالزبط بهرب بتاعتك وكمان البطاطس كده تحطاها نية يعني مش مسلوقة الاول وتبدأ كمان تشكل معانا المعجون بتاع بقى البطاطس بالدجاج زي ما شوفنا اشبه بالفعل بالناجتس وحاجة صحية انت عاملها في البيت وكمان ده خيطها في اليرفاير عشان طبعا تكون صحية اكتر قد ايه حاجة لذيذة وشكلها بالفعل صدقون يفتح النفس جدا انسي ان انت تشتري معظم الحاجات دي من برا صدقيني طول ما بتعملي كده لأولادك هيكون صحية بالنسبة لهم واكتر كمان تعالوا كمان شوفنا كده الوصفة التانية دي كمان حركة الدي بقى اللي ما تبهتلكش الدنيا حوالين منك في نفس المنخل بتجيبي كوباية بتبدأ بالفعل كده تشكليه ويلا بينا نعمل بقى الفطاير الصغيرة اللي قدامنا دي شايفين شكل الورد دي طبعا تقدر تحشيها من جوة بشوية من التفاصيل اللي ممكن تكون مفضلة بالناس بالك في ناس ممكن تحشيها طبعا من جوة بالقرفة والسكر المهم يا جماعة العيين دي انت بتقدر تتحكم فيها وتشكليها حسب ما انت عايزة وبتسقيها بعد كده بالشربات بالزبط كده طبعا دي معظم الوصفات التركية اللي احنا بنشوفها وبتبهرنا كلنا ونبدأ نطلع معاها كده برضو هنا كده القشطة او الكريمة اللي انتو بتحبوها وتقدميها بالشكل اللذيذة يعني مش على قد المعجنات بس شطرة فيها لكن في كل الوصفات شطرة جدا يلا بينا نسلق البطاطس ونبدأ نقشرها ونهرزها كويس جدا ونشوف كمان هنهرزها المرة دي معا اين شوية من البقسمات ويلا بينا كمان كده ننزل عليها هنا بعصير الطماطم ومعجون الطماطم وكان فصتهم وشوية التوابل بتوك ونبدأ بقى يا جماعة ان احنا نعمل كل ده عشان طبعا نعمل الكوبيبة اللي احنا عارفينها يعني دي بيكون كده زي دي معين او زي دي السميد المعين اللي احنا عارفينه اللي بيعملوا به الكوبيبة دي وقد ايه كمان بتبقى لذيذة جدا طبعا دي كلها مجرد افكار واكلات وصفات سريعة تقدري كمان تستغلي فترات المدارس وتقدميها لأولادك طبعا بقى يا جماعة حاجة بتنجز معاك وحاجة صحية وكمان بقى نقصر الملل والمود ونشوف اصفات ممكن يكون معظمها بالفعل الجديد بالنسبة لنا ندخل دلوقتي كمان حتى كتشكيل الخضر والفاكهة بتعمله بصورة جديدة جدا تعالوا نشوف كمان كده بقى دلوقتي قطع البطيخ اللي قدامنا دي شارت منها البز ويلا بينا نعمل منه عصير جوسي جدا تعالوا نشوف كمان كده بقى الفكرة اللي عملتها معانا دي تقدر تبعا تحطيها وممكن يكون حاجة شبه الايس كريم بالضبط وبالفعل طلع معانا الايس كريم اللذيذ قوي طبعا بقى تقدريني انتي تشكليه وتحط عليه بقى اي نوع من الحلويات او الشوكرة اللي انتي بتحبيها ندخل كمان دلوقتي هنا على وصفة تانية هنهرس اكيد البسكوت ده كويس جدا ومجارب ما نعم معانا ننزل عليه كده بالزبدة الصيحة ونبدأ كمان نجيب كده القلب بتاعنا اللي احنا هنشكله وننزل عليه بكل التفاصيل دي ونسبته كويس جدا وفي نفس الوقت بنجيب طبعا كده بقى الكريمة الخفق مع الكريم شنطي ونبدأ نعمل طبقة كمان من البسكوت لذيذة قوي وبعد كده طبعا بنجيب كوباية من اللبن السخنة زي ما انتوا شايفين ونبدأ بالفعل كده بقى هنا نحنا نشكلها يعني بنعمل ايه بقى الكوباية اللبن نحط فيها الشوكولاتة بحيث دوب معانا ويطلع معانا قالب الشوكولات واللذيذة كيكا سريعة وكيكا العزيزة وحاجة تفتح النفس ومفيش بعد كده طبعا دي كلها وصفات يا جماعة صراحة تجنن مجرد بس كده منتفرج عليها حاسين بابداع مفيش بعد كده تعالوا نشوف كمان طبعا دلوقتي اللبن مع البيت كامل ونبدأ نحن نقلبه كده على النار لحد طبعا ما ياخد قوام معين ونبدأ كمان كده نجيب العجينة بتاعتنا او الاوالب دي وناخد طبعا اي عجينة ممكن تكون عندك او العجينة طبعا دي ساعات الصراحة بتتوفر دلوقتي في السوبر ماركت تجي بيها وتشكل العجينة بتاعتك حسب ما انت عايزة طبعا دي كلها وصفات لذيذة وصفات غنية جدا حاجات تفتح النفس صدقيني بس مجرد ما نعمل حاجات زي دي لاولادنا هيغيروا فكرتهم على الاكل البيت تماما وخصوصا طبعا ان معظم اولادنا بيحبوا الاكل اللي برا البيت اكتر بكتير جدا لكن مجرد اكيد ما نضحك عليهم ونقدم لهم الاكلات بالشكل ده اكيد هيكونوا مبسوطين جدا منها وصفة لحوم جديدة تعالوا كمان نشوف كده دلوقتي بشرنا البصل والجزر ونبدأ كمان كده كانفاصتهم وننزل عليهم بالبهارات وكمان معلقة صغالية من البقسمات بتاعتنا ونبدأ كمان كده نجيب دلوقتي شرايح الكوسة دي ونعملها بالشكل ده والفهارول باللحمة المفرومة من جو شايفين طبعا الافكار الجديدة صدقوني معظم اولادنا بيحبوش الكوسة والخضار اللذيذ ده وعنرغم من ده كله الوصفات الجديدة والسريعة والعملية دي هيغيروا فكرتهم تماما اتمنى من كل قلبي اكيد ان فيديو النهار ده يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هتفرحوني دايما بلايقاتكم الحلوة واشتراكاتكم اللي انت دايما اكيد بتشجعوني وبتحمسوني وبتحفزوني دايما بيها وكمان هستنى رأيكم في فيديو النهار ده ولو عايزين فيديو اكتر للسيدة اللي قدامنا دي وكمان كل افكارها اللذيذة هستنى تعليقاتكم مهرضة على كل حاجة واحاول بإذن الله اشتغل على كل الكيام اللي انتوا اكيد بتطلبوه مني اشوفكم بإذن الله على خير في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة